بشمونس ماتت برضو حبي نسأل حضرتك الاستعدادات اللي عملتوها بعد موضوع فيروس كورونا في المجال اللي خص حضرتك اللي هو الأدوات الصحية بص حيك هو بالنسبة لو احنا بصنا بص على الموضوع من بره كده احنا عزين نعرف احنا احنا ايه وستين ايه مع بعض يعني ايه اولا استين بتمثل 25% من 20 ل 25% من قيمة الوريدات المصرية طبعا دي بتنحصر في ايه احنا بنجيب ايه من استين اصلا احنا كنا بنجيب كل حاجة انا هقول لحاجة وليه وبنجيب ايه من الصين وبنجيب الليه من الصين نبتدي اول احنا بنجيب ايه من الصين احنا بنجيب من الصين خامات مكان موبايلات ادوات منزلية بأنواحها ادوات صحية بأنواحها ادوات مكتبية ادوات كهربائية يعني مين لي حاجات لها تنقل الامراض وبنجيب طبعا في مجال السيارات وكنا بنجيب في مجال الملابس لكن ده قل في الفترة ملابس قلت راحة حتة تانية طيب احنا ليه بنجيب من الصين احنا بنجيب من الصين عشان الكوى الشرائية والتشكيلة والتسعير وازاي انه ممكن المنتج ده يلائم المستهلك المصري سواء كان في سعره او كان في مواصفاته طيب احنا دلوقتي احنا المشكلة في قصة الاستراض احترازية يعني احنا برضو احنا خايفين انه ممكن حاجة جنة منهم واحنا لازم فيه وباء اعلامي دلوقتي لازم احنا نخلي بنا منهم طيب ده ليه شك تاني على المستوردين طيب انتعرف حقيقة انه بداية المرض ابتدى يوم 23 واحد طيب ما فيه ناس مستوردين جابت شغل قبل 23 واحد طبعا ده مش هيخرج ليه مش عشان خطر هو يعني مش هيخرج من المينة لسببين ليه عشان حقيقة انت عندك دولة هما اجازة اجازة رأس السنة عندهم هما مدوها تاني يعني هما كانت كانت تفوت تخلص يوم 5 او 6 مدوها تاني أسبوع او 10 ايام فانت عندك انه ممكن الشغل ده يوصل ومعرفش المستورد يطلعه هتحمل ارضية عشان احنا لغاية دلوقتي احنا مش عارفين هما هيبتدوا شغل امتى والشغل ده هيخلص امتى والعمال هناك هيخلصوا الورق امتى والجهات الركوبية هناك هتبعت المستورد امتى فكل ده هيحط عيب على المستورد لما الشغل يطلع دي حاجة تاني حاجة ده ما السيد حاتم قال احنا ما بنستوردش بنستين حاجات ممكن تكون كتير غزائية يكون فيها نسبة عالية انها تنقل امراض لكن احنا برضو ده ما قلت حقيقي احنا بناخد زي ايه بريكوشنس كده احنا بنبقى حذرين جدا في الشغل جاي من الصين طبعا ما فيش صفر دلوقتي يعني ما فيزنش ان في حد في صفر اللي عادي سافر دلوقتي ما يستفرش غاية لما الدنيا توضح احنا حذرنا كمان في الغرفة المستوردين قلنا له ما فيش داع للصفر دلوقتي اللي عنده حاجة بالايميل عايز يعملها بالايميل ما عندهش حاجة بالايميل يستنى لغاية لما الوضع يستقر طبعا اعرف راصة من رجلين هيبتدو الشغل امتى هيعرف هيعملوا كنترول مش عارف هيعملوا كنترول لكن لغاية دلوقتي في شغل كتير وصل للميناء ولسه ما طلعش بينقل المرض أو ما بينقلش المرض طب المثواجعة هنحكم ونفصل فيها ازاي دلوقتي عارسين نسبت واحد في الالف واحد في المليون ان ينقل المرض دي حاجة عام رعب المرض بتنقل ازاي المرض بتنقل ازاي المرض بتنقل بالتلامس باللمس بالنفس بس الحاجات اللي احنا المساعدة كلها حاجات كده يعني حاجات متل يعني في حقيقة فاهميني لا تنقل المرض لكن احنا برضو بناخد احتياطاتنا ليه وممكن نيجي مثلا على بلتات خشف بيجي الشغل مثلا على بلتات خشف البلتات اوتوماتيك بتخش حجر صحي دي بقى قصة الحجر الصحي هم لازم يعملوا تشيكب وياخدوا كل البريكوشنز اللي هم عايزينا عشان برضو ده حاجة داخل البلد